اشتركوا في القناة نتيجة عدم الالتزام بالقوانين من الاستعمال كمامة والتباعد الاجتماعي او التباعد من سميه الجسدي ولا ليس التقارب الاجتماعي لكن من خلال التباعد الجسدي مبارح كان خمس تلاف وعلى نسبة يعني الله يرحمنا برحمته نحن نتمنى طبعا السلام للجميع واللي عم يسأل انه شاف على الستوري بنورسات انه عم نعمل عملية تعقيم هو فقط لا احترازيا للحفاظة على سلامة الموجودين في المكتب مكتب نورسات الاردن وصحتهم ومن انتشار العدوى سنكرر هذه العملية ان شاء الله حسب الحاجة لكن نحن كلنا سالمين الحمد لله اللي اصيبوا في كورونا وضعهم الصحي تمام وما في مشاكل معاهم لكن نحن الكادر الحمد لله للان نحن بخير ما زلنا ملتزمين بامور الصحية والقوانين من استعمال الكمامة والتباعد الجسدي فنتمنى الصحة للجميع مرة اخرى في هذا الصباح المبارك ومنبدأ صباحنا وحلقتنا بالبركة بالبداية وبس بحب اذكر انه اليوم موضوع الحلقة عن الاخوة والصداقة الاجتماعية وهي من وحي رسالة قداسة البابة الاخيرة اللي صدرت في بداية شهر اكتوبر طبعا نتيجة الاحداث الاخيرة التي صارت من بدء جائحة كورونا للان وما ترتبت عليها من امور حياتية اجتماعية اقتصادية دولية علاقات اخوة انسانية يعني كل هاي المواضيع تطرق فيها قداسة البابة بهذه الرسالة طبعا الحديث فيها يطول لانه هي كتاب من 226 صفحة انسيت اجيب الكتاب يا ريت يا ريمون جيب لنا الكتاب من مكتبي نعم نفرجي للمشاهدين المستمعين اللي وصلنا نسخة منه من الفاتيكان طبعا راح نحيحكي في ابونا المونسينيور الدكتور خالد عكشة وهو امين سر لجنة العلاقات الدينية مع المسلمين في المجلس البابوي للحوار بين الاديان في حضرة الفاتيكان والاب المونسينيور يونس لحظي وهو كاهن كان ملتحق في السلك الدبلوماسي بالفاتيكان وعمل كدبلوماسي في سفرات الفاتيكان بعد الدول افريقية وعربية ثم عمل في امان السر دولة الفاتيكان لمدة 8 سنوات ليكون صوت البابا باللغة العربية بعد اضافة العربية كلغة معتمدة في الفاتيكان اذا بتلاحظوا في نشرة الاردن في اسبوع من طلع قداس البابا ورسالته باللغة العربية كان يقرأها الاب الدكتور منسينيور يونس لحظي والان يلقيها الاب جورج ايوب نعم من برضو كمان من كهنتنا المعروفين والمحبوبين فابونا من بداية نبدأ بصلاة صغيرة عشان نبدي بعدين اتصالاتنا مع الكهنة على مكتبي صغيرة الوقت الحجم باسم الاب والابن والروح القدوس الاله الواحد امين الصلاة مستوحى من موجودة بنفس الرسالة قداس البابا كاتبها قداس البابا نفسه وسماها صلاة للخالق يا رب البشرية واباها الذي خلقت البشر جميعا وساويت بينهم بالكرامة ابعث في قلوبنا روح الاخوة الهمنا بحلم من اللقاء والحوار والعدالة والسلام حثنا على خلق مجتمعات سليمة وعالم أفضل لا يعرف الجوع ولا الفقر ولا العنف ولا الحروب لينفتح قلبنا لجميع شعوب الأرض وأممها حتى ندرك الخير والجمال الذي زرعته في كل منها ونعزز روابط الوحدة والمشاريع المشتوكة والآمال المشتوكة أمين أمين يا رب أمين أبونا أبونا في هذه الرسالة اللي حكينا عنها هي رسالة البابوي العامة لقدس البابو فرانسيس في الأخوة والصداقة الاجتماعية وهي مثل ما تحدثنا تقريبا متين وستة وعشرين صفحة مكتوبة وتحدثت يعني دراسة كاملة تدرس في الجامعات يعني وأنا بنصح أنه هذه الرسالة تدرس لكل كهنتنا بالتفصيل لأنه تحوي كلمات ورموز وحكم وأفكار جدا جميلة في الأخوة والصداقة الاجتماعية طبعا في أبائنا الكهنت رح يشاركونا اليوم في الموضوع رح يتحدثوا كمان عنها لكن أنت أبونا من خلال قراءتك لرسالة البابوية ممكن أن تتلخص لنا أهم ما جاء فيها من عنوين كبيرة نعم أول شي صباحكم نور عزائنا المتابعين وإن من كنتم نحييكم ونحملكم معنا بصلواتنا نتأمل في رسالة قداسة البابا الرسالة الاجتماعية المعنونة الأخوة والصداقة الاجتماعية طبعا بداية المقدمة قداسة البابا بحكي فيها أنه استوحى من شفيع القديس فرانسيس الأسيزي شفيع قداسة البابا وهذه العلاقة مع شفيع ساعدته على كتابة هذه الرسالة ذلك القديس صديق الطبيعة الذي عاشق الشمس والبحر والرياح ويتحدث في مقدمة قداسة البابا عن الزيارة التي قام فيها القديس فرانسيس الأسيزي إلى مصر نعم ولقاؤه مع الملك الكامل وبحكي قداسة البابا كيف بهذاك الزمن يعني بتحكي عن زمن بعيد كيف المواصلات كانت صعبة وكيف تحمل القديس فرانسيس عناء الذهب الذهب عفوا إلى مصر ومن هنا ينطلق البابا على الأخوة التي تجمع الإنسان بأخي الإنسان مع البشرية الجمعاء بغض النظر عن العرق عن اللون عن هذا جنسيته من أي بلد ويضع قداسة البابا في هذه الرسالة القيم المسيحية نعم ويستند قداسة البابا في سرد تلك القيم المسيحية على ما قال القديس فرانسيس الأسيزي بوجوب إعطاء نكهة الإنجيل لعلاقاتنا الاجتماعية مع بعضنا البعض وخصوصا خارج إطار الكنيسة يعني مع الأشخاص اللي ما بتربطنا فيهم أي علاقات يومية مباشرة فننطلق إلى البشرية جمعاء ووضع ثمن فصول قداسة البابا فيها بحط المحورية الأساسية لهذه العلاقات الصداقة كيف تبنى في ظل عالمنا اليوم ويخصص فصل كامل لمثل السامري الرحيم ويتساءل البابا مجددا مثل ما ورد بالإنجيل من هو القريب ومن هو قريبك لما سألهم يسوع لما الشاب يجل اللي قال أنا عملت الوصايا وأنا بحب وأنا بعمل وأنا بساوي فربط البابا قصة السامري الرحيم ما بين الواقع الذي يعيشه اليوم المهجر نعم شفنا جثة الطفل الصغير اللي على الشواطئ التركية وكل يوم كل يوم يعني السبوع الماضي سمعت كمان عن وفايات والبي بي سي طلعت عن قصص مؤلمة عائلات بتموت بالبحار بتبلعها بسبب الهجرة غير الشرعية لأن الدول ما بتقبل الناس المهمشي والضعاف بدهم شروط الهجرة يكون معه شهادة عليا يكون عنده صنعة يكون يفيد المجتمع اللي جاي ما عم بيقدموا إشي مجاني وأكيد علاقتنا مع بعضنا البعض خصوصا العلاقة مع أخوتنا بين ديانات الكبرى اليهودية والإسلامية للحديث عن ذلك طبعا رح ضيفك تقدمينا ضيفك أي جاهز نعم نحنا سوريا هنا مش حابين ما حابين نترك ضيفنا ينتظر لأنه هو المنسونيور الأب الدكتور خالد العكش أمين سر لجنة العلاقات الدينية مع المسلمين في المجلس البابو والحوار بين الأديان في حاضرة الفاتيكان وهو خبرته بهذا المجال مدتها 25 عاما في مجال الحوار المسيحي الإسلامي فمنحيي هذا الصباح ومنقول له صباحك نور يا أبونا صباحك نور أبونا صباح نور إلك وأريد أن أحييكم بتحية القديس بولوس إلى أهل روما نعم إذن النعمة لكم والسلام من الله يبينا ومن رب يسوع المسيح آمين أمين أبونا أبونا من خلال أنت خبرتك في مجال الحوار المسيحي الإسلامي ورسالة قداسة البابو فرانسيس اللي عنوانها الأخوة في الأخوة الصداقة الاجتماعية تبرزلنا أهم المحاور اللي ركز عليها قداسة البابو في هذه الرسالة من منطلق الأحداث والأحداث اللي عم منعيشها حاليا في هذا العالم والزمن اللي زادت فيها الفوضى مع وجود كمان كورونا اللي كشفت حقائق وأوراق كانت مخباية وكشفتها للملأ فممكن تخبرنا وتخبر مستمعينا ومتابعينا على نورسات الأردن ونورسات في العالم أجمع عن هذه الرسالة نعم إذن أنا قرأت رسالة قداسة البابو رسالة الجامعة عن كلنا أخوة فراتلتوتي نعم قرأتها باللغة الإيطالية نعم وكان هذا الخيار عفوا مبنيا على قضية أردتو أن أرى يعني أن أقرأ كريمات البابا وتفكير البابا والتعابير التي تخص البابا وفعلا وجدت أن النص رائع نعم وجدت في هذه الرسالة الجامعة قراءة لمشكلات عالم اليوم نعم وبنفس الوقت قرأت أيضا ووجدت حلول يقدمها قداسة البابا لمشكلات اليوم سواء المشكلات المتعلقة بالبيئة ولكن أيضا قضية التفاوت الاقتصادي والاجتماعي قضية العنف قضية الإرهاب قضية الحرب ويعني العلاقات داخل داخل المجتمع بين المجتمع المدني والساسة والكثير من الأمور فعلا التي إذا قرأت سوف تعطي رؤيا أنا لا أخفي عليكم أمر الواقع بأن المشهد فيه كثير من السلبية ومن المخاوف وتأكيد لما أقول الأحداث الدامية في فيينا مساء نعم إذن نقول بأن الأخوة الإنسانية هي بلسم الجراحات البشرية هذا الذي أود أن أقوله إلى الآن وأترك لكم المجال لطرح أسئلة أو للتعقيد على ما قل نعم أبونا كنا بنصلي لأجل الضحايا وخصوصا المصابين بالمستشفيات لهذا العمل الإرهابي الدامي في فيينا للأسف استيقظنا باكرا على هذه الأنباء السيئة أبونا بحاول قداسة البابا على خلق عالم يسوده السلام واستخدم بالرسالة المترجمة للغة العربية مصطلح خلق هذا العالم يعني قداسة البابا شايفوا أنه مش موجود عالم السلام وكيف يستطيع اليوم الفاتيكان برسالة المحبة والسلام والتلاقي كيف يستطيع اليوم أن يبث هذه الرسالة رسالة السلام إلى العالم من خلال المبادرات على أرض الواقع كما قام مؤخرا في ما حصل في الإمارات العربية المتحدة هل هناك من مبادرات أبونا؟ لا نعرف إذن اسمح لي أن أشير إلى الأمر التالي الواقع أن الرسالة الأولى لقداسة البابا فرح الإنجيل هي كما اعتادها الأحبار العلمون أن يصدروا رسالة وكان مع برنامج في حبريتها الرسالة الثانية كانت حول البيت المشترك أي العالم الذي نعيش فيه لو دا تسيه تتكون مسبحا وهي كلمات مستوحى كما هو الحال بالنسبة للنص الحالي مستوحى من القديس فرنسيس إذن فرح الإنجيل الرسالة الثانية هي البيت المشترك والرسالة الثالثة في هذا البيت المشترك نحن وإخوة عمل الكرسي الرسولي من المهم أن أفتح قوس هنا التكامل بين عمل الكرسي الرسولي ككنيسة مركزية وبين النشاط وجهد الكنائسة المحلية إذن هذه القضية في غاية الأهمية الكنيسة الجامعة لا تعمل ولا تحاول ولا تفكر بأن تأخذ دور الكنيسة المحلية ولذلك نحن نتكامل على صعيد الكنيسة المحلية والكنيسة المركزية والكنيسة الجامعة طبعا هذه المبادرة كبيرة مبادرة قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر ولكنها ليست لحسن الحظ يعني الجهد الوحيد الذي يقوم به قداسة البابا والكرسي الرسولي وبخاصة من خلال المجلس البابا والحوار بين الأديان علي نشير هنا أيضا إلى إلى دور الدبلوماسي الفاتيكانية في حل السلام وفي حل الصراعات وفي دفع موضوع الأخوة الإنسانية قدما وطبعا لك عمل دبلوماسي لا يظهر دائما على العنوين أو على الساحة المركية ولكنه عمل صامت وعمل دؤوم وكثيرا ما يأتي به بمفاجآت وبنتاج مثلا التي قام به قداسة البابا في الوساطة بين كوبا والولايات المتحتة وغير ذلك بالنسبة لنا في مجلس عندنا مباذرات كثيرة عندنا شركاء كثيرون مثلا رابطة العالم الإسلامي في السعودية رابطة المحمدية العلماء في المغرب عندنا شراكة مع إيران أيضا وطبعا هناك شراكة مع الأزهر وهذه المبادرات يعني شراكة سمائية ولكن نحن مشاركة أيضا في مبادرات أخرى مثلا المبادرة الزخستانية للحوار بين الأديان كنا شراكة فيها منذ البداية المركز الملك عبدالله للحوار الثقافات وأتباع الأديان كنا شراكة فاعلين منذ البداية وهذا إذا صح القول غيظ من خير نعم أبونا قداسة البابا يستشهد بمثل السامري الرحيم في إسقاط على حالة المهاجر اليوم وشهدنا مبادرات لا تنتهي للكرسي الرسولي بدعم هذه الفئة المهمشة لأنه مثل ما بنعرف الاستقطاب عم بيكون للمهاجرين إلى جاز التعبير ذو الكفاءات يعني بهمهم الدول المستقطبة إنهم يكونوا هذول الأشخاص عندهم صنعة أو شهادة يخدموا المجتمع أما الفئة المهمة شيء اللي بتموت بالبحر قاعدة وعلى الشواطئ فهي قداسة البابا خصص في أكثر من فصل لهذا الموضوع رابط ما بين السامري الرحيم وذلك إيش الرابط أبونا اليوم بين السامري الرحيم اللي عملوا مع الشخص اللي وقع بين أيدا اللصوص واللصوص اليوم اللصوص الاقتصاد ما أكثرهم فكيف هذه المقاربة نعم الواقع عجبت يعني بالقراءة المستفيدة لقداسة البابا أو بالتفسير المستفيد لقداسة البابا لمثال السامري الرحيم وطبعا فئة المهاجرين يعني هي فئة تحظى باهتمام قداسة البابا حتى أنه يعني عين قسما خاصا في 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 الدائرة الجديدة التي هي دائرة التنمية الإنسانية الشاملة و يعني من علامات انتباه قداسة إلى هذه الفئة لأنه رفع إلى إلى رتبة الكريبنابية الراهب اليسوعي المسؤول عن عن هذا القسم قسم المهاجرين الواقع يعني قداسة البابا متوازن جدا في فيما يقول لأنه هناك من يقول لنساعدهم لنساعدهم في بيوتهم أي في بلادهم ولبابا يقول لا مانع يعني لنعمل على على تنمية تلك البلدان وعلى على تعزين السلام وعلى خدمة تلك البلدان حتى لا يجبر أبناؤها وبناتها على الهجرة يعني لبابا يتكلم عن حق عدم الهجرة إضافة إلى إلى حق العجرة وهو يعني طبعا الأحيانا مستهى من قبل المتطرف بنوع من الخطاب الشعبوي في هذا المجال وذلك يعني التي قاله قداسة البابا في هذه الرسالة يعني أوضح موقفه بشكل متوازن متوازن جدا ويعني لسؤول حتى تتكرر تتكرر المأسي هنا أيضا لابد من وعي من قبل العائلات وخاصة الشباب لأن الفئة المهاجرة هي في مغالب في الشباب يعني يجب أن يعو الموضوع وال والناس أو يعني المنظمات الإجرامية التي تستغل هؤلاء وليس فقط تنتص موافرة العائلات إنهم أيضا يتعرضون لمختلف أشكال التعديم والاغتصاب وتجارة العضاء إلى آخر إذن يعني موضوع المهاجرين موضوع موضوع مؤلم ولكنه من الواضح ليس الموضوع الوحيد في مشكلات العقل المآسي العالم الحالي وليس فقط وليس الموضوع الذي يحضر وحده بإهتمام قدسة البارد نعم هو نتيجة بالنهاية لها الصراعات الكبرى المسانيور خالد العكش قدسكم مسؤول اليوم عن العلاقات العلاقات الفاتيكان مع المسلمين اليوم الإسلام تحت المجهر وبين خطاب رئيس الفرنسي الأخير بهذا الخصوص وبين الخطاب الذي ناد به أساقفة فرنسا بإيقاف كله لنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد ما بين الخطابين أين اليوم رسالة الفاتيكان بخصوص ذلك نعم أولا علي أن أشير بأن أنا مدير مكتب للشؤون الإسلامية هنا وأنسق الحوار مع المسلمين لكن لا أستطيع القول عن نفسي بأني المسؤول عن هذا الموضوع وعودة إلى سؤالك الواقع الموضوع هو أولا من سبيل فرنسا هو موضوع اندماج المهاجرين من مختلف الأديان ومختلف الثقافات وكون المسلمين يعني يكونون حوالى 6 ملايين من سكان فرنسا وعند البعض منهم نزع انعزالية انعزالية طبعا هذا هذا موضوع بحاجة إلى تحليل لماذا هذا الوضع فإذن الدولة الفرنسية كما قال رئيسها تحرص على اندماج هؤلاء طبعا ما سأفعل على الدين وعلى الثقافة القضية الأخرى هي قضية حرية التعبير نحن لا نوافق على موضوع على رفع راية حق يعني حق التجديد هذا ليس حق نحن مدافعا حق التعبير يعني وحق التفكير وحق الكتابة وحق البحث وحق الانتاج الفن حتى لو كان في جانب جانب سخرية لكن أو التوضيح للفكرة بمعنى أن هناك حد الموضوع يعني يجب أن لا يجرح الإنسان شعور الإنسان ويجب أن يحترن العقيدة الآخر والرموز الدينية الآخر والشخصيات الدينية الآخر وإن كان لا يشارك الآخر لا في هذا الدين ولا في التكريم لهذا الشخص أو لذلك الشخص هذا الموضوع ويعني أنا أعتقد بأن بأن قصية الفهم يعني التعبير كان يجب أن يكون ليس الدفاع عن هذه المجلة أو هذه الكاركاتور الدفاع كان يجب أن يكون عن حريث التعبير لكن التي يجب أن يكون لها ذوابط وهناك كلمة جميلة لقبيس يقول في إطار القضية الآخر يعني أن أحيانا الإنسان يتنازل عن حقوق مشروعة محبة في أخيه الإنسان ومراعاة لمشاعره ومراعاة لضميره أعتقد لو أنه تم موائمة بين الدفاع عن حرية التعبير وبين أخذ عيني الاعتبار الحقوق الدينية والمشاعر الدينية الآخر لما وصلنا إلى هذا العمل لكن أود أن أشير هنا لسوء الحظ أيضا من جامد أخواتنا المسلمين إلى عملية شحن كبير للأنفس وهناك رؤوس حامية كما نقول في كل الأطراف ولسوء الحظ يعني هناك أعمال إرهابية أيضا يستنكرها أخوتنا المسلمون قامت بما سموه نصرة النبي أو دفاع النبي وهذا الكلام خطأ ولحسن الحظ استنكره أيضا الكثير الكثير من المسلمين وبخاصة سلطاتهم المنية أبونا يعني نحن شكرين إليك هذه المعلومات التي أضفتها لكن أنا سؤالي وما تأخذه بطريقة يعني زي ما بقولوا عدم إيجابية أو سلبية أو إلى آخره لكن أنت في خبرتك على مدار 25 عاما في مجال الحوار الإسلامي المسيحي وأين الآن نحن من هذا الحوار لازلنا لازلنا ننادي فيه ولازلنا نكتب به هل ترى مثل ما قال قداسة البابا في رسالته البابوية في الأخوة الصداقة الاجتماعية أن السبب ممكن يعود إلى مثل ما خبر وهم التواصل الرقمي فما لم يبتبقى خصوصية وعدوان رقمي بلا حياء يعني هل تعتقد أن الإعلام له دور في هذا تصعيد هذا العنف الطائفية والتمييز العنصري والتمييز الديني إلى آخره نعم فهل هذه الوجه الآخر من سمي الوجه المظلم من الإعلام والتطور التكنولوجي نعم إذن يعني أنا أعمل في 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 الشوار مؤدة طويلة ويعني لي نوعا ما مرقب بحكم الخضرة ومعرفة الكثير الكثير من الزاق للأسلقاء المسلمين المسلمين التي تربطون بهم صداقة حقيقية وكلام صريح ومودة نعم وأنا الصحيح لي أمل كبير بالحوار الحقيقي بالحوار الصادق وأنا أستشهر كثيرا بهذه الكلمة صديقك من صدقك لا من صدقك فالصدق المتوائم مع المحبة وهذا يشير إليه قداسة البابا العلاقة الوثيقة بين الحقيقة والمحبة هذا يوصلنا إلى نتائج وأستطيع نقول لك على الأقل فيما يتعلق بخضرتي بأن النتائج فعلا كبيرة وواعدة ولا يوجد محضورات على الأقل على الصعيد الشخص لغين وغين أصدقائي لتناول أي موضوع الآن الواضح بأن يعني الإعلام هناك الإعلام المؤدد الإعلام الذي يبني ولكن هناك أيضا الإعلام المتوحش في العالم المتوحشة وهناك أيضا الإعلام الموظف بتعجيج الكراهية أو الخوف من الآخر أو تسويق صور نمطية خاطئة وظالمة عن الآخر ولذلك جميعنا مدعو إلى الاهتداء إلى الاهتداء إلى الله تعالى وإلى إخوتنا وإخواتنا مصالحين دوما بين الحقيقة والمحبة في كل المجالات وأيضا في المجال التي ذكرتها الذي هو مجال الإعلام نعم شكرا يا أبونا على هذه الاستضافة وهذه المعلومات التي تطرقت إليها من خلال خبرتك في مجال الحوار المسيح الإسلامي نحن شكرين إليك يعني تواجدك معنا في برنامجنا صباحك نور ونتمنى دائما التواصل تباعا على عدة مواضيع نبحث فيها هذا الشأن لأنه علينا نحن كإعلام وإحنا مخصصين كإعلام كنسي كمان ديني أنه ندعو مع قدسة البابا للحوار البناء حوار المحبة والتفاهم والوئام ونحن في الأردن كنا كمان أيضا مع جلالة الملك عبدالله الثاني بالأمم المتحدة في عمل الأسبوع الوئام بين الأديان ورسالة عمان فعدة مبادرات قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني والحمد لله نحن في الأردن بالرغم من أصوات النشاز المعدودة اللي عم تطلع من هون ومن هناك لكن بالأردن عم منعيش هذا الوئام وهي المحبة الأخوية فهذا نتاج أيضا رسال كما انقداست البابا بالتعاون مع دولة الأردن والحكومة وجلالة الملك فبعتقد أنت كاهن أيضا أردني في حاضرة الفاتيكان وأيضا مسؤول عن مجال في مجال حوار المسيح الإسلامي فهذا هي نتائج العيش المشترك اللي نحن من قديم الزمان نعيش في هذا البلد المحب دائما للجميع نعم اسمحي لأقول كلمة نعم في الأردن نحن عائلة نعم وهذه كلمة للمرحوم الملك حسين عندما رافق جلالة جلالة الملك عبدالله إلى كله الإسلامية والعب الاستمارة ماذا كتب كتب يعني عن وظيفته كتب كبير أسرة كبير أسرة وخادمها إذن هناك القضية بأن الأردنيون أسرة واحدة وبأن جلالة الملك هو كبير هذه الأسرة وأيضا بإذن المسؤولية يخدم الشعب ويخدم كل مواطن وأنا طبعا أرقب مهما يحدث مثلا زيارة جلالة الملك للسيد من معايعة من إربز عندما علم بأن ذهر ربا في أنتراف ذهر إلى إربز ووزارها يعني هذه الأفتاد الإنسانية وغيرها الكثير الكثير إذن أكرر بأن أسرة واحدة مختلف طبعا نحن مختلفون في الرؤى في الدين لكن نبقى دائما تحت مظلة الأسرة وفي قيادة أب حكيم ومحب للجميع نعم آمين يا رب شكرا يا أبونا على هذا الكلام الرائع وهذه المشاركة نتمنى لك كل الخير والصحة ودائما تكونوا بأمان وسلام وكونوا محفوظين من فيروس كورونا وكل الفيروسات كثيرة صبحنا وصبحنا عليها اليوم هيك شفناها فتذكرنا أنه نحب عبر برنامجنا هذا نقدم لها سنين كثير من الإنجاز أنا سعوبك عدنا نحن صباحك نور يا أخ طوني وجميع الأصدقاء اللي معنا على الصفحة نحن هذا البرنامج ورسالة قداسة البابا الأخوة والصداقة الاجتماعية حكينا فيها نتيجة اللغو واللغو اللي صار مؤخرا والأحداث الأخيرة التي صارت كمان أيضا حداث العنف التي صارت في أوروبا قداسة البابا طبعا كان يعي هذا الموضوع وكتب هذه الرسالة وعدة رسال تتحدث عن الأخوة الإنسانية والصداقة الاجتماعية معنا على الهاتف الآن المونسونيور يؤنس قايد لحظي وهو دبلوماسي عمل في الفاتيكان وعمل في سفارات الفاتيكان بعد الدول الأفريقية وعربية وعمل أيضا في أمان سر دولة الفاتيكان لمدة ثمان سنوات وكان صوت قداسة البابا باللغة العربية بعد إضافتها كلغة معتمدة في الفاتيكان وهو دعية أنه مهندس أيضا للعلاقات الإسلامية والمسيحية خاصة في زيارة قداسة البابا الأخيرة إلى مدينة دبي والبثيقة الأخوة الإنسانية التي كان هو مهندسها ونشرها نعم وأهم شي خدمته بعمل وخدم طبعا في عدد دول أهلا وسهلا فيك أبونا سلام المسيح وتحية للمجميع الله يسلمك يا رب صباحك نور صباحك نور الله سهير والبركة على الجميع معك أبونا جورش شرايحة كمان من كهنة الروم الكاثوليك معنا بالستوديو أيضا بصباح عليك وأيضا الاستفادة والاستزادة من خبراتك أبونا في مجال عملك كدب نوماسي وأيضا كنت في حضرة في أمان السر دولة الفاتيكان عملت ثمان سنوات وأنت مهندس العلاقات الإسلامية المسيحية خاصة بمرافقتك مع قداسة البابا في دولة دبي الإمارات العربية و إنشاء الوثيقة الوثيقة في الأخوة الإنسانية الآن في رسالة قداسة البابا الأخيرة اللي صدرت الشهر الماضي في أكتوبر عن الأخوة والصداقة الاجتماعية كم نحن يا أبونا لازلنا بحاجة إلى المزيد من الوعي والمزيد من الإدراك لمعنى الأخوة الحقيقية وخاصة في ظل الأحداث الأخيرة اللي صارت فينا من بداية السنة الآن بفيروس كورونا وكشف الكثير من الأوراق اللي كانت مخباية في العلاقات الدولية وأيضا كمان علاقات الإنسان بالإنسان وأيضا الإعلام المشوه والمسيس أيضا في أنه خلق هذا العالم الفوضى في هذا العالم بداية تحية خالص لحضرتك والأبونا جورج وبستغل هذه الفرصة ليحيي جميع الكهنة بالأوربن وجميع الأحبة شكرا سؤال حضرتك في هذه اللحظة التاريخية الصعبة التي نحية فيها هو مهم جدا نعم لأنه الأيام الأخيرة والرسمات المسيئة ورد الفعل والهجومات كلها بتأكد قديش كان البابا وكان رؤيته الثاقبة مهمة للجميع خبرة كمان الفيروس الكورونا فيروس والأحداث المؤلمة اللي بنحية فيها من شهور كل هذه الأحداث برغم أنها مأساوية لكن هي بتمثل انذار ودعوة للجميع لفهم حاجة الجميع للأخوة الإنسانية نعم وصيقة الأخوة الإنسانية ورسالة الباباوية الأخيرة كلنا إخوة اللي يعملها قدس البابا في الإخوة والصداقة الاجتماعية كلها دعوات تؤكد أنه في عالم ممزق وحيث التناحرات والصراعات ما أحوجنا إلى الإخوة يمكن لو الكورونا فيروس كان فيه شيء إيجابي هو أنه خلانا نفهم أن المرض وأن الموت وأن الألم لا يفرق بين البشر فهذا الفيروس أصاب الأغنياء والفقراء أصاب الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما أصاب الكبار والصغار الرجال والنساء لم يفرق وفي عدم تفرقته أكد لنا أننا جميعا متحدين كإخوة عشان كده وثيقة الإخوة الإنسانية ورسال الباباوية الأخيرة كلنا إخوة هي دعوة جديدة لأن التحد في إنسانيتنا في كوننا إخوة في الإنسانين لأننا في الاتحاد يمكننا أن نعبر هذه الأزمات تاريخنا مليان تاريخ البشرية مليان بالصراعات وبالحروب لأن كل واحد أو كل ديانة كمان كانت ترف الآخر عدوه وتلفع لهزيمته بينما رسالة القديس فرنسيس الأسيذي ورسالة السيد المسيح والرسالات الباباوية الأخيرة كلها في اتجاه أننا تعبنا من الصراعات وأن الصراعات لا تولد إلا مجيد من الصراعات والحروب وأننا جميع حاجة إلى أن نتوقف وإلى أن نرى أن الصراعات لا يمكن لها أن تجعل حياتنا أفضل بل بالعكس عشان كده رسالة البابا الأخيرة كأنها رسالة نبوية جاءت قبل هذه الأحداث التي نحي فيها لتدعو الجميع للتعقل وللتفكير وللتأمل فما فائدة أن نصب البنزين على الغاز وأن نؤجج الصراعات وأن ندعو إلى مزيد من الانتفاضات هل هذه الصراعات التي حدثت في التاريخ ولدت سلام ولدت رخاء ولدت تعاون بالعكس كأننا لا نريد أن نتعلم الدرس وكأننا نعيد دائما نفس الأخطاء عشان كده دعوة قداسة البابا وكمان وصيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها بشجاعة فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا في دولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط في أول زيارة حبرية لحبر أعظم في منطقة الجزيرة العربية كلها دعوة لنا اليوم وللإعلاميين وللكهنة وللمسؤولين ولرجال الدين من كل الديانات للتوقف وتمهل والتعلم بأن الشر لا يمكن الانتصار عليه بمزيد من الشر أن المحبة هي الطريق الوحيد لهزيمة هذه الدعوات التي كما قلت تمثل صب البنزين على النيران المستعلى نعم نعم قدس البسينيور يؤنس لحظي جيد الكاهن الروحاني القبطي والدبلوماسي الفاتيكاني البابا كيف تقيم اليوم في رسالة قداسة البابا يتمنى الفصل ما بين السياسة والاقتصاد ويطالب بالسياسة المحبة فكيف تستطيع اليوم قدسكم أن تترجموا في عملكم الدبلوماسي السياسة المحبة في ظل العالم تخبطه أمواج النزاعات والحروب والجائحة الحالية شكرا السياسة والاقتصاد وكل ما نحياه خاصة في فترة الجائحة التي نحيا فيها نعم يجب أن تكون لخدمة الإنسان علمتنا هذه الأيام الصعبة على الجميع والتي لا نعرف متى ستنتهي أننا لا يمكن أن نخلص أنفسنا بعزل أنفسنا عن الآخرين شفنا كلنا أنه حالة واحدة من الكورونا فيروس يمكنها أن تقلب بلدان بكاملها وأن لا مفر لي بدون أخي فلا أستطيع أن أحمي نفسي أو أن أحمي عائلتي أو أن أحمي بلدي أو أن أحمي شعبي بمعزلة عن الآخرين عشان عشان كده دعوة البابا سواء للاقتصاد أو لرجال السياسة أو لرجال الدين أو لرجال المسؤوليات بأن يروا سياسات تجمع ولا تفرق واقتصاديات لا يدفع سمنها الفقراء والمستضعفين فما أحواجنا اليوم إلى سياسات وإلى اقتصاد المحبة الذي لا يرى في الآخر لا عدو يجب هزيمته ولا شخص يجب استغلاله من أجل المنفع الشخصية ولكن أخ لي يجب أن نشترك وأن نتعاون لأن في تعاوننا خلاص لنا جميعا نعم فعلا يا أبونا أن في تعاوننا خلاص لنا جميعا وهذا ما ركز عليه قداسة البابا بالنسبة لموضوع الاقتصاد العالمي أنه كلنا في الدول العالم أنه إذا إحنا هذه الدائرة المتكاملة من المنافع والإزدهار والتطور إذا كانت هذه الدائرة غير مكتملة وفيها جزء ناقص لا تكتمل هذه الدائرة ورح يكون في تسرب ويكون في أخطاء عم بتصير مع دول أخرى فمثلا موضوع البيئة نحن في مركب واحد لا يستطيع أحد مننا أن يخلص نفسه بمعزلة عن الآخرين نعم نعم فنحن في حاجة واحد إلى الآخر لكي نعبر هذه الأزمة ولكي نتعلم من هذه الأزمة الخاصة بالكورونا ويروس وخاصة بالسرعات الأخيرة نعم ونتعلم أننا تعبنا وسائمنا وتعبت البشرية من السرعات نعم بالفعل نحن أبونا نشكرك كثير على هذه المداخلة بالرغم من برنامجك الطويل والمضغوط اللي نحن نعرف قد أنت عندك أمور ومتابعات لكن خصيتنا نحن في الأردن بهذا الوقت للحديث عن رسالة قداس البابا ونتمنى نحن التواصل دائما معنا في برنامجنا ومع نورسات فأنت الصديق واللي دائما كل جمعة كنا نسمع صوته في اللغة العربية يترجم لنا تعليم خداس البابا كل أربعة فمنشكرا أنا شكر لكم ولهذه الخدمة الرائعة التي تقومون بها لمنطقة الشرق الأوسط ولكل الناطقين باللغة العربية وأطلوا من الله أن يبارك فيكم جميعا آمين يا رب شكرا لإلك وصلواتك لإلنا يا أبونا صلوات الخديثين شكرا آمين صباحك نور صباحك نور مع أجمال الكلام التي حكى أبونا يؤنس عن المحبة السائدة بين العالم والعالم تعب أيضا من هذا التنازع اللي ما إلون معنى سوى المصالح الشخصية والهدام أنا بعتبره لأنه بهدم مجتمعات كبيرة أهم إشي بهدم الإنسانية فما أحوجنا أنه نكون كأخوة ليه ليه يا أبونا ما نكون أخوة ومحبين لبعض لماذا يا أبونا يعني شو الغاية والسبب من هذه التفرقة ومن هذه العنصرية ومن هذا التطرف من هذا العنف ما هو السبب ماذا يقسب الإنسان من هذا العنف ماذا يقسب يعني ما عنده إدراك الإنسان أوكي حكومات أبونا عم بتحارب وحكومات هي عم تتنازع على الثروات والمصالح الخاصة لكن الإنسان كإنسان إذا هو أخذ القرار أني أنا ما بدي أعادي وأنا ما بدي أكره أنا بدي أحب أخوي مهما كان مسلم مسيحي هندوزي أو لا يؤمن أبدا أنا بدي أحبه كإنسان إذا أخذ الإنسان هذا القرار واللي بيعتبر حاله أنه هو إنسان يعني يعي مبادئه ويحترم الآخرين إذا هذا القرار كل إنسان أخذوا بنفسه ما بيهموا العالم أو الحكومات أو الدول إيش عم تعمل أو شو بتقرر أو شو بتسوي لأنه أنا بعتبر أنه هذه الفتيلة اللي هلا مشتعلة بأوروبا ولا بدول عربية وبموضوع الدين أنا بعتبره هذه أبونا استهداف لمصالح بعض المؤسسات أنهم يزرعوا هذه الفتنة وهذا الكره وهذا العداء لأنه العداء لأنه في مصلحة من هذا الشيء في مصلحة فماذا يعني متى يدرك الإنسان أو يوعى لأهمية المحبة والأخوة الإنسانية نعم تحدث قدس الأب يؤنس قبل قليل عن موضوع أنه لا خلاص للإنسان منفردة نعم فنحن في جماعة نعم وبالنسبة لسؤال حضرتك تكتورا الأنانية أنانية الإنسان وكبرياءه أنا إذا قلنا أول الخطايا بالكون بالبشرية خطيئة آدم وحوة هي خطيئة كبرياء بالنهاية أنه يعني بالضبط يعني أنه ليش ليش لماذا يعني بده يفهم الإنسان لماذا الكبرياء الأنانية لماذا هذا التطرف لماذا هذا التطرف في كينونة الإنسان يعني متى يتصالح الإنسان عندما يعود دكتورتنا إلى ذاته يعيش السلام الداخلي لما يخف من الكبرياء سبب عمق هذه النزاعات في كينونة الإنسان إذا أخذنا الجانب الشخصاني ولكن إذا حكينا مثل ما تفضلته هي بالنهاية ليس للدين أي علاقة بكل الإساءات وليس للدين أي علاقة بكل التناحرات السياسية التي نراها اليوم كله اقتصاد بوكل في بعضه والاستجلاب جذب يعني العاطفة الشعبوية للفئات السياسية الحاكمة سواء كانت لبرالية كانت ريديكالية كانت كل الأنظمة الحاكمة حتى اللي بتدعي التدين كل الأنظمة الحاكمة هي في النهاية بهمها اقتصالياتها بهمها البقاء للأقوى لذلك تستقطب تستقطب عواطف الناس فتضع الدين في هذا في هذا الموضوع وهو إذا ما بدي أفوت بالسياسة بس إذا فتنا بموضوع السياسة بنشوف أنه تعميم فكرة الدينية بالدولة بثقت في دستاتير كثير من الدول خصوصا دول عربية حوالينا يعني أنه التحددي من شخصية المسؤول بالنسبة لدينه زي محاصل مثلا في دول قوية جدا مننا أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة الدينية للدين الفلاني وأن يكون رئيس مجلس الشعب أو رئيس الحكومة من الطائفة كذب فهن أنت تزرع الفئوية والعنصرية الدينية من أساسها هي السياسة أما التعايش الديني فهو سائد منذ نشأته منذ البستين بالضبط إذن هي المشكلة السياسية وليس الاقتصادية لذلك طلب البابا فصل السياسة عن الاقتصاد وأعطاء سياسة المحبة كيف المحبة يعني زي جلالة الملك لما عطلنا ثلاثة شهر مش هاي سياسة المحبة ووقعت المؤسسات وسكرت المطاعم بس فدى يجسد قول المغفور له جلالة الملك الحسين الإنسان أغلى ما نعمل معنا اتصال بحكي للكنترول روم فصباحكم نور صباح الخير دكتورة أهلان أهلان سيد إنجيل حنتي لازم صدت جزء من البرامج تبعتنا صباح الخير أبو نجور حبيبتي أنا مسلم صباح الخير مضبوط بدي أحكي بالموضوع بس أنا كنت بفكري إنه بتحكوا عن عنوان الحلقة إنه الأخوة والصداقة الاجتماعية فأخذتها من منظور محلي مش للعلاقات لا حلو حلو من منظور محلي كمان كمان جانب طبعا مش يعني مش من ناحية الدولة والعلاقات والتسامح وهي يعني تحولت شوي سياسة نعم لا لا ما تحول السياسة هلا زكرنا بس السياسة بس لكن هي من منظور الأخوة والعيش المشترك والوئام نعم العيش المشترك با مش كاتبينيك أنا أنتو كاتبين الأخوة والصداقة والصداقة هذا من منطلق رسالة قدسة البابا نعم نعم عكلا أنا بدي أقول إنه أنت في المجتمع أي إنسان أنت في المجتمع لست وحدك أنت خلقت لتكون مع غيرك فعلا وكمالك بغيرك سواء كنت في عائلة فيها بنين وبنات أو أخوة وأخوات أو في مجتمع واسع نعم وفي المجتمع صور كتير للتجمع طبعا في جمعيات متنوعة أحزاب مجموعات صلاة أخويات رعية قرية مدينة وطن هاي كلها موجودة وإحنا عايشين فيها نعم وكلما عزل الإنسان نفسه عن شيء من كل هذا أنقصت نفسك وأنقصت ما يجب أن يكون فيك كاملا نعم فالعلاقات الاجتماعية ضرورية للإنسان ليش؟ لأنه أنت إنسان قبل كل شيء أنت مساوي لكل إنسان مهلا اختلفت مهما كانت الاختلافات نعم فالديانات ليست حواجز بين الناس لأن جوهر الدين هو عبادة الله ومحبة جميع خلقه عشان هيك ليكون محضرنا دائما محضر خير أنا أخذت من ناحية ذاوية مجتمعية محلية يعني الصداقات بين الناس والعلاقات الاجتماعية فهل هذا مقبول ولا لا؟ مش هكذا أنوان حلقتكم أكيد 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 طبعا هذه إضافة نشكرك عليها سيد أنجيل وفعلا يعني زي مما تفضلتي نحن عايشين لوحدنا نحن عايشين بين الناس وعم نعمل صداقات في العمل في البيت في الجير في أي مجتمع فليكن ليكن دائما محضرنا محضر خير ودائما نجد عذرا للذي أخطأ بحقنا ما أجمل كلامكم سليم وليصفح بعضنا عن بعض كما سبح الله عنا في المسيح أفاسس أربعة واحدة قريبة كنفسك متى تسعتاش اذهب وصالح أخاك كل يعني إنجيل وكتاب من المقدس بيحكي عن الإلاقات والأخوة والصداقة من ضربك على خدك الأيمن فحول له الأيسر في متى خمسة يعني إنه يكون الإنسان مستعج للمصالحة والسلام فدائما نستبدل كلمة أنا لما أبدأ أعمل صداقة دائما وعلاقات مع الناس إنه أستبدل كلمة أنا بنحن فيشعر الأصدقاء بتوابعك قلل الحديث عن نفسك واذكر محاسم الآخرين فيستمع لك الآخرون أبعد عن الكبرياء وإلا لن يبقى لك صديقا ازدد تواضعا كلما ازددت عظمة فتنال حضوة اللي دربت يشوى بن سراح قلاته واجعل الآخرون يشعرون بحبك لهم إذا لم تستطع أن تحبهم على الأقل عاملهم بحب في متى تسعتاش وأخيرا لا نشغل حواسنا بكل طقاته حتى نرصد أخطاء الآخرين لأنه إحنا نرتاحهم نريح الناس ولا تكتفي بالقشور من العلاقة دائما ننصافح الناس بحرارة ننظر في أيونهم ننظر في قلبهم بقلبك ونشاركهم فرحهم بصدق وحزنهم بدمع من القلب وإذا لم تسعفك العيون لا تكتفي بالقشور من العلاقة ادخل للعمق أبعد إلى العمق بلوقف خمسة فالصديق وقت الضيق والقوي يسند الضعيف صددوا قليلية الهمة وساند الضعفة بتسألونيك خبسة شكرا لكم شكرا لك يا أمسان يعني جميل جدا هذه الإضافة اللي أضفتين إياها كمان خاصة من النصوص من الكتاب المقدس نتمنى لكم للخير يا رب والمحبة وصباح النور شكرا لكم أبونا في رسالة في كتاب أو مقالة أو هو تفسير لرسالة قداسة البابا ذكرها سمو الأمير الحسن معظم نعم السمو الأمير الحسن أنا رح هي طبعا طويلة للتفسير لكن فيها معاني جميلة جدا نعم يعني حاب أن نذكرها كمان كإضافة في هذه الحلقة لأنها تتحدث عن رسالة قداسة البابا عندما قال أن الأخوة والصداقة الاجتماعية تقوم على أساس تجنب كافة أشكال العدوان والفتنة نعم السلطان الملك الكامل في عام الفين الفمتين وتسعة عشر وأيضا ذكر أيضا أن الأخوة الإنسانية تقوم على أسس بشرية لها أبعاد دينية وروحية فمحبة الفرد لشقيقه الفرد يجب أن تتحدى الحدود الجغرافية والمكانية وأن تكون هذه المحبة عفوية لا تشوبها شائبة أو فائدة مادية فردية بحيث تجاوز هذه المحبة المصالح البشرية الدنيوية الضيقة لصالح تعظيم القيم الإنسانية وتقديم يد العون للفئات المجتمعية المهمشة الممثلة بالفقراء والمعوزين والمرضى والمعاقين وأن الأخوة والصداقة الاجتماعية ذكر أنها لا تتوافق مع حالات العداء البشري التي يشهدها عالمنا اليوم فأخوة لجاري وقريبي لا تسمح لي بأي حال من الأحوال أن أفرض عليه مذهبا أو فريضا معينة لا تتوافق مع مبادئه وقناعاته بل تظهر الصداقة الاجتماعية في نقل محبة الله ورسالته القائمة على السلام والاحترام البشري ووجوب التعامل مع الفرد على أساس فرديته فقط دون أي اعتبار لدينه أو أصله أو أفكاره جدا معاني جميلة ذكرها سمو الأمير الحسن بن طلال معظم أيضا حين قال أن الاختلاف بين البشر في الإمكانيات والروحانيات يجب أن لا يقف حجر عثرة في سبيل تحقيق المساواة مع الغير كعماد للعلاقة الأخوية والتضامن الإنسانية وهي طويلة اللي هاي ممكن احنا نذكرها في عنا في صفحتنا اللي بحب يقراها كاملة فأنهاها فما أحوجنا اليوم وفي كل مكان وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط مهد دياناتنا الإبراهيمية الثلاث إلى استصدار ميثاق اجتماعي جديد يوفر للمستضعفين الدعم الحقيقي والتضامن البشري بين الجميع فالتفسيرات المتعددات الأبعاد السياسية والمصالح الفردية للمعتقدات الدينية قد ساهمت في نشر الكراهية ونبذ الآخر والخوف منه وبالتالي الاعتقاد الخاطئ بوجوب إقاع العنف على الآخرين من هنا تكمن المسؤولية المشتركة للقادة الدينيين اليوم في الدعوة إلى المحبة الأخوية التي ستكون الأساس لإقامة أخوة إنسانية اجتماعية راسخة وثابتة تدوم وتستمر جميل ما كتب سمو الأمير الحسن فعلا نحن بحاجة إلى ميثاق نتفق عليه جميعا في مجال الأخوة الإنسانية أبونا ما شهدته أوروبا كمان مؤخرا في فرنسا وفي هلا بينا سمعنا هذا الصباح من أعمال عنف يعني لما أنت بتطلع على دولة فرنسا يعني أنا استطلعت الأمور التي قامت فيها فرنسا منذ بداية القرن الماضي 1226 بقولوا لك أول مسجد 1926 أول مسجد تم تسجينه في مدينة بباريس مسجد باريس الكبير سنة 1926 جمهورية عريقة فرنسا دشنت أول وكان في لغة كثيرة أنه كيف تدشن دولة أوروبية مسجد كبير لسنة 1951 وما بعد أبونا ألفين بحدود ألفين وثلاثمائة مسجد مبني في فرنسا من سنة ألفين لألفين وسبعتاش أبونا جميع بحدود اتنين مليون مهجر ونازح التجأ إلى فرنسا استقطبتهم استقطبتهم وعطتهم الجنسية الفرنسية وتسعين بالمية نقول خمسة وتمانين لا تسعين بالمية منهم من الدول العربية الإسلامية معاهد كثير أبونا على نهر السين بعنش إذا زرت فرنسا في معلم كثير 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 حلو كبير معهد الإسلام بعلموا فيه الإسلام الشرقي موجود بدرسوا فيه كثير من عنا برضو كمان علماء دين درسوا في جامعات كثير عريقة بالدرس الإسلام الشرقي والثقافة الشرقية الإسلامية العربية نعم مثل جامعات السربون وجامعات بردو طبعاً دكتوراً لما ألتقي مع نخبة من الأسادة الجامعيين في كلية الشريعة والجامعة الأردنية أغلبهم خرجين لندن وفرنسا نعم دارسين الشريعة الإسلامية ودارسين دراسات العليا بهذه الجامعات يعني مفتوحة منذ قرن مضت مفتوحة هذا التلاقي وهذا الحوار بثني على كلام صاحب السمو اللي هو طبعاً أثنى على كلام قداسة البابا في نبث التطرف والموضوع اللي صاحب السمو أضاء عليه هو الفتنة الفتنة الدينية متى اشتعلت فهي يعني زي ما بيحكوا بتحرق الأخضر واليابس واليابس فعلاً لأنه بتصير التناغم على وتر العاطفة الدينية وهذا العربي خصوصاً العربي المسلم المسيحي حتى العربي اليهودي في عرب يهود العربي بالتكوين الشخصية عنده شخصية الفزعة وشخصية المرؤة وإغاثة كل قضية من هذه القضايا يعني لما طلعوا الشعار بعد الرسوم المسيئة إلا رسول الله الشعار يعني في عندهم تابو في عند العربي شغلات شرفه مرته خواته ولاده دينه هاي شغلات على استعداد بكل سهول يضحي بحياته عشان هيموت يموت يقدم شهادة فداء بيته فداء أسرته فداء دينه وأعرف كثيراً دكتورة خصوصاً بالمسيحية بعرف كثير فيه ناس ما بيصله ولا بيتناول ولا بقدسه وما بيفوته الكنيسة نهائياً بالزواج بالعزوات بوقفه بره يدخنه بس خلي واحد من أي دين يهين المسيحية أو يسبها بتلاقيه قلب شخص ثاني طيب إذا ما إنت عايش إيش همك بالمسيحية وكأنها موروث يعتبر أنه هيك دين جدي بدي أحافظ على هذه الهوية وكثيراً من الناس اللي بيجوا بالفزعات الدينية وأنا بحكي ما بحكي عن ديانات ثانية بحكي عن ديننا هم أشخاص سياسيين بعيداً كل البعد بيوقف بالمؤتمرات ونشيب ونندد وبعمل قصة كبيرة طيب أنت ما بتصلي هل قد غيرتها أكلتك إذن الموضوع هو موضوع في الوجدان العربي نعم لذلك بيشوف ردة الفعل بأيروبا على الإساءة للنبي كانت دامية نعم لكن أبونا نحن طبعاً ضد هاي الإساءة والرسومات الكاركاتورية اللي نشرتها يجب وقفها نعم نعم نحن ضدها وضد هذه الإساءة للأديان لأنه هذه حدود يجب الاحترام الدين الآخر ويجب الاحترام يعني حدود عدم المساس فيها خط أحمر مثل ما أنت تفضلت أنه ما بيقدر إنسان يقبل هذا التطاول على أي دين من الدينايات السماوية يا ما هذه الكمان الصحيفة تطاولت على قداسات البابا المتعاقبة السابقين وأيضاً قداسة البابا فرانسيس برسومات مسيئة تطاولوا على السيد المسيح برسم كاركاتير مشوه للسيد المسيح على الصليب أو بالعشاء السري أو بتمثيل بعض الشخصيات الفنية لأنه يلبسوهم ثوب العضراء مثلاً المجلة السيدة فنحن أبونا لنقول إنه على الرسومات كنا نتجاوب وقداسة البابا نستنكر ونكتب فيهم بيانات إنه عدم المساس في الديانة وعدم المساس في الرموز الدينية وكنا لكن كنا أيضاً نتبع قول السيد المسيح يا رب اغفر لهم فهم لا يعلمون وماذا يفعلون فكان هذا دائماً جوابنا نحن لأنه رسالتنا رسالة الدين ديانتنا المحبة نحن ضد أي عنف نحن ضد اللي صار إنه هذا المعلم الذي استعمل هذه الرسوم في التعبير عن موضوع حرية التعبير وهذا مرفوض حرية التعبير بأي موضوع إلا موضوع الدين أي موضوع إلا موضوع الصور المسيئة إنه نقول إنه هذه من منطلق حرية التعبير مظبوط الدول الأوروبية إنه تعتمد حرية التعبير إنك تقدر تحكي كل شيء لكن بدنا نحن تحترم والدول الأوروبية تعرف إنه هذا الموضوع جداً حساس ومهم في دول أخرى ما بتقدر أنت تمارس حرية التعبير والمساس في دين الآخر ودول أخرى بتعتبروا إنه خط أحمر نعم فهن أثاروا هذه النعرة وهذا التطرف وهذا العنف اللي صار نتيجة يعني بشر عندهم زي ما أنت تفضلت هذا المبروث للحفاظ على اسم الدين وعلى مبروثهم وهويتهم إنهم يستعملوا العنف لأنه بعتبروا إنه شهادة شهادة للدفاع عن الدين لكن كثير علماء الإسلام أفتوا فيها وإنه هذه مش شهادة إنك تقتل إنسان آخر يحاكم هذا الإنسان وتنزل عليه أقصى العقوبات ويتعلم والدول المجتمع الدولي عليه فرض قوانين يعني شديدة ومشددة إنه أي دولة تمس دين آخر في إن كان باسم حرية التعبير إنها تشدد عليهم العقوبات يعني هذا يصير فيه قانون دولي مش إنسان يفرض العقوبة كشخص فردي يعني قرار قتل وقطع رأس هذا المعلم بهذا العنف وهذه الوحشية هو قرار فردي لشخص انفعله نتيجة هذا الفعل اللي قام به هذا المعلم وحكم على هذا المعلم بالموت مثل ما صار كمان عندنا أبونا فيه سابقاً كم من سنة مع الكاتب نهض حتر نحن كمان هو كفرد شخصي وقامت الدنيا يعني وحتى جلالة الملك كمان دخل في هذا الموضوع نحن لا مش مع العنف ولا مع الكهراهية هلأ صار هلأ مثلاً من نتيجة فعل هذا البني آدم اللي عمل هذا القرار والحكم بالإعدام لهذا المدرس نشأة الفتن ورد الفعل يعني زي ما انت بتقول تولع فتيله وبتصب عليها كاز هلأ هلأ بتنتشر وانتشار النار ما بيهمها بعدين ما بيهمها الأخضر واليابس بتاكل فعلينا نحن نستعمل الحكمة هون في هذه المواقف هلأ مضبوط صارت فيه مقاطعات للمنتجات الفرنسية عندنا في الأردن وكتير من التجار عندها منتجات فرنسية موجودة هلأ مكدسة في مستودعاتها يعني عم تخسر وهدولي أشخاص أردنية ومن هذا البلد يعني مع جائحة كورونا يا ما سمعني يعني عم نسمع هلأ بقولك مع جائحة كورونا والاقتصاد واقع والآخر وهلأ مقاطعة المنتجات الفرنسية فبقولك أنا شو زنبي اللي بصيري بأوروبة أنا باكل هوا فيهون بالأردن أو بالدول العربية لكن هو مضبوط أنه التعاطف مع الآخرين وأيضا بالهاشتاك اللي يعملوا إلا رسول الله إلا أي نبي كمان إلا السيد المسيح إلا النبي موسى إلا كل الديانات إلا خط أحمر هذا فنحن طبعا مع سياسة دولتنا ومع حكمتها ومع حكمة جلالة الملك عبدالله اللي طول عمره عن بنادي بالوئام والأخوة الإنسانية أيضا علينا أنه نقف بجانب بعضنا البعض ونقف مع بعضنا البعض لأنه نحن كمان نعيش في دولة مش منفصلة نحن مش معزولين نحن متحدين مع الآخرين كمان فهي جائحة كورونا كشفت كل الأوراق يعني ذكر قداس البابا في واحدة من النقاط اللي ذكرتها الصباح عن موضوع العزلة عزلة بعض العزلة الإنسانية وأيضا أحلام محطمة يعني خاصة مع اللي صار مع الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا نعم لكن علينا إن إذا بدنا نعيش بسلام نعيش بمتحدين مش منعزلين أخوتنا كإنسان وكبشر تكون مع بعض هالبعض فنحن مزبوط مع الحرية التعبية نرجع منحكي لكن في حدود ما تيجي على حدي ما باجي على حدك مثل النهر الجاري يا أبونا النهر الجاري فعلا بحرية ينطلق ما في إشي بيوقفه نهر جاري لكن في إلو ضفتين هذا النهر لأنه هاي الضفاف هي اللي بتحدد مصار هاي الحدود لهذا النهر الجاري في لمت طبعا هذه الحدود فعلينا أن نضع دائما كإعلام وإعلاميين وصحفيين وكتاب وأنه نحط حدود لكتاباتنا ونحط حدود لألفاظنا والجمل التي ننطقها نحط حدود يا ما شفنا كلمات مسيئة للآخرين نحن كمسيحية في هذا البلد منعيش بيوقام فعلا ونحن هذا لامسينه لكن مثل ما حكيت في البداية في بعض الأصوات النشاز وخاصة نحن على السوشال ميديا عم نشوف أنه ما هبهوا دبصر الكلام يسيء أنت أسيء لك كده ديانة إسلامية ولكن لا تسيء للدولة للديانة المسيحية لأخوتك اللي عم بتعيش معهم في نفس البلد شو ذنبهم يعني شو ذنبهم فحبيت أحكي هذه المداخلة لأبونا لأنه فعلا شيء نعم فعلا مؤلم نحن في جائحة كورونا اللي عم بتصيب الكل الجميع ما عم بتستثني حدا وكلياتنا نحن في هذا الهم سوا فإذا بدنا نفرق مسيحي مسلم رضاعة البشرية وضعنا كلنا وفيروس كورونا انتصر على البشرية وعلى الكرة الأرضية فنهايتنا كبشر على هذا الكون ينتهي في فيروس صغير لا يرى في العين المجردة أنهانا جميعا فأين الحكمة في بشريتنا وإنسانيتنا؟ وين حكمتنا؟ إحنا كبشر ومتعلمين ومثقفين وماخدين أهل الدرجات من العلم والثقافة والتكنولوجيا والتقدم التكنولوجي وينه؟ وينه؟ إذا ما أثمر فينا نعيش حياة كريمة ويحافظ على كرامة الإنسان بلا منه فأسفل إنفعالي لكن فعلا الأمور عم تخرج عن مسارها وربنا يرحمنا برحمته نعم يعني بظلها فئات فئات قليلة زي ما أنت تفضلت قبل قليل وحكيتي بظل في أصوات نشاز ولكن العالم سينتصر وبنظرة إيجابية للأمام المطعوم أصبح فيه الطور الأخير إن شاء الله مثل ما حكى دكتور وائل هياج نهديك اليوم لصوت المملكة إنه إن شاء الله مطلع العام القادم يعني بشهر واحد شهر اثنين إن شاء الله يكون لأنهم وقعت الحكومة الأردنية ووزارة الصحة وقعت عقود مع بعض الشركات مشان من هلا بيحجزوا قاعدين الكمية وأكيد التكنولوجيا والهاي الأشياء يعني في ناس استخدمتها استخدام خاطب مثل ما تفضل قداسة البابا في رسالة وحط بند من البنود في رسالته إنه أصبح الانتقاد بلا حياء بلا حياء وفسرها قداسة البابا إنه أحيانا واحد بيخجل من اللقاء الوجاهي مع الأشخاص اللي هم مختلف معاهم بسياسيا أو أي فكر يعني إذا كانوا في مناظرة مثلا إذا كانوا في موضوع الانتخابات مثلا اللي هي على الأبواب يعني الأسبوع القادم زي اليوم يعني فهذه بيصير في منازعات وخصامات سياسية ما بين المرشحين مع بعضهم البعض بيظل فيه سقفية معينة لأنه قدامه الشخص بيحكي قداسة البابا على وسائل التواصل الوقامي ما في هذا الخجل لأنه هو بفكر اللي بكتب إنه معه مساحة اللي بدو يحكيه ويلا فتشوا عني أحيانا كثيرا بيأخذوا أسماء مستعارة والأجهزة الأمنية عندنا بالأردن خصوصا تخص قسم خاص في هذا الموضوع ويستطيع الوصول لكل الأسماء الوهمية ولا يوجد اليوم في حساب على أي من وسائل التواصل الاجتماعي الجهاز الأمني غير قادر للوصول إليه ومع ذلك مثل ما تفضلت دكتورة إنه بيظل في أصوات نشاز ولكن يحاسب واليوم ما في تهاون بهذا الموضوع من أعلى السلطة من جلالة الملك لا تهاون في هذا الموضوع والأجهزة الأمنية فعلا عم تضرق بيد من حديد كل من يخالف القانون والجميع سواسي أمام القانون عم بيشوف النهضة الأمنية في مجتمعنا وفي ظل الجائحة مع أنه الوقت أجهزتنا مشغولة كمان بتأمين أشياء كثيرة تحافظ على حياة المواطنين وخصوصا جهاز الدفاع المدني والخدمات الجسيمة ورح نشوف المستشفيات الميدانية اللي رح تتير بكل شمال والجنوب والوسط بالشوارع رح يصير علاج الناس مش بس بالمستشفيات والمعهودة إذن دكتورتنا بنشوف إحنا أيضا أن القوى التي ينادي فيها قداسة البابا القوى الإيجابية والسلام اللي بيستخدم مصطبع خلق السلام يعني أنه هو مش موجود للأسف لا فيه سلام في شرق الأوسط ولا فيه سلام بالعالم وحتى زي ما تفضلت الاتحاد الأوروبي اللي كان نموذج الاتحاد مع هذه القارة العجوز لما تحكيتي حضرتك عن زيابتكم الأخير إلى باريس مع الوفد للحكومة السياحة لما دخلوا الأردن على الاتحاد بالذكر لأحضر التراث العالمي نعم وقع المغتص نعم أنت بتحكي أنا الجمهورية الفرنسية أنت بتحكي عن 1789 تخيلي 1789 طالب الشعب الثورة الفرنسية بحقوقه وأسس جمهوريته تخيل أنت بتحكي 1700 كان في عندهم دستور كان في عندهم الجمهورية الأولى نعم يعني عن دولة عريقة بهذا الحجم واستخطبت كلها العالم ومع ذلك بنسمع أصوات هنا وهنا في جول الجمهورية الفرنسية ومن أشخاص سياسيين متمرسين بغلطوا وبيأججوا وبيصعدوا يعني أنتوا شايفين خطاب الكراهية والإساءة للأديان وين المنحنى اللي بنزل فيه ليش طيب ليش العنادي يعني ليش تكبير الراس يعني ما فيش داعي خلاص في قواعد بدون إذاء المشاعر يعني جميل يعني إذا شارليدو نزلت بكرة كرتولا رئيس الجمهورية عندهم بتنزل بتقدر تنزل إله هو لبس خلاعي ما بتعملها لأن هذا يمثل الجمهورية الفرنسية لا يمثل شخص ماكرون لا يمثل هذا الشخص إذن أنت بتنتقد فكر قاعد لا أنت قاعد بتسيء بتنزل صور مشوهة لرموز أصلا في الديانة لا يقبل أن تصور أصلا لا بالأفلام ولا بالمسلسلات لا يجوز أن يكون هناك صورة له فأنت بتنزلها ويريث بتنزلها بصورة تعكس مثلا فن راقي يجسد شخصيتها وهذا ممنوع في الدين ومع ذلك لو عملوا وقالوا عنه حرية أما كمان تعملها ومسيئة أيضا وبشكل مشوه وبدك الناس تضلها ساكتة وتحكي عن قداسة البابا في هذا الموضوع الكرامة أيضا دكتورة أنه مش الأشخاص اللي عندهم الغنى بالدول أن الدول الغنية يسلط ثقافته على الدول الفقيرة ويمشي فكرهم وثقافتهم وحضارتهم لا من كل حق الإنسان أنه يكون عنده كرامته خاصة ويعبر دون الإساءة إذن زي ما تفضلت النهر الحد هو الإساءة بيطلع بسيء إيش بعمل النهر بهد البيوت بيخرب بصير فيضان هذا هو الفيضان وبطر نهر وبطر نهر وصار نهر النيل زي ما بعمل بالسودان هدام فعلا يا أبونا نحن بحاجة إلى الوعي التريث والحكمة في كل كلامنا وتصرفاتنا مع الآخرين نتعامل بإنسانية وفيروس كورونا كان أكبر مثال وجوده هلا بيناتنا أنه نتعامل إنسانيا ونركز على إنسانيتنا وأخوتنا ومحبتنا لبعضنا البعض مش بس بالأردن بكل العالم العربي والعالم العالم أجمع فإذا ركزنا على الأخوة والمحبة الاجتماعية للجميع نحن في عالم متحد سوى بالهم يعني على الصراء والضراء المفروض نكون فعلى أساس نعيش بأريحية وبسلام بكفي مثل ما حكى المونسونيور يؤنس إنه بكفي العالم تعب العالم تعب يعني هو والآن أعد مش عارف كيف يتصرف فحالة هالإحباط واليأس هذه يعني نوقع فيها مش وقته علينا أن ننهض ونستعيد قوتنا ومحبتنا لبعض ومبادئنا وعيشنا المشترك اللي إحنا بنعرفه وديانة المحبة اللي نادت فيها الديانات السماوية كاملة نرجع لجذورنا في محبتنا وأخوتنا لبعضنا البعض وموضوعنا أبونا كمان إحنا الأسبوع الجاي عندنا الانتخابات النيابية طبعا رح تكون موجودة بدك سرحت انتخب شكلك أكيد طبعا لازم جميعنا نمارس حقنا الدستوري وحقنا في الانتخاب ونختار النائب المعتدل في تفكيره اللي بيظهر المحبة والأخوة الإنسانية نوابنا نحنا بنعرفها وهن نوابنا أولاد بلدنا ومنعرفهم واحد واحد مين هو هذا وشو أفكاره وشو مبادئه وشو أعماله وأفعاله ما بده تعليمة كلنا بنعرف بعض فإحنا نحكم عقولنا ونختار الشخص اللي رح يمثلنا يدافع عن حقوقنا يمثلنا ويحافظ على المبادئ الأساسية من جذورنا اللي إحنا ورثناها في المحبة والسلام والمساواة والعدالة والكرامة إذا هذا النائب يتحلى بهذه الخصال الخصال انتخبوا وإذا نائب عليه أي علامة استفهام بدي أقول بلاش منه فعلا لأنه بكف نحنا كمان في مجلس النواب كانوا في أصوات تنادي أيضا في العداء للأخوات الإنسانية فهدولي إحنا بصراحة إحنا مش منبر سياسي أو دعائي ما علينا إحنا بسياستنا هنا في القناة قناة نورسات ما بنحكي بالسياسة ولا بموضوع الانتخابات لكن إحنا بما أنه قداس البابا تطرق للأخوة الإنسانية فعلينا أن نرى في هذا النائب هذه المبادئ كمقعد مسيحي أنا بحكي كمان وأيضا كمجلس النواب كنواب وطن أن نلاقي فيهم نرى فيهم هذه المبادئ الأخوة الإنسانية والصداقة الاجتماعية من المحبة لكي نرى نتائج هذه الأخوة والمحبة في المجلس القادم المجلس 19 اللي منتمنى للجميع واللي بيستحق أنه ينجح ويمثلنا نحنا كمسيحيين وكنوا كنائب وطن نعم تحت قبة البرلمان مثل ما تفضلتي في أحيان كثيرة كان هناك عداء ضد الأخوة الإنسانية بغض النظر عن من يمثل هذا النائب الفئة التي يمثلها إلا أن نحن اليوم يجب أن نجزم بأنه لا نعيد انتخاب النائب اللي شفنا ما حقق إنه إشي ونعطي فرصة للشباب الجديد بأفكار جديد خلينا نجرب ونشوف أما ما نقعد بالبيت ونقول ما أنت ما أنه يدخل لأنه بالضبط ما شفتش خير الماضي تأشوف خير اللي جاي بالضبط لأنه أنت كل ناخب لهذا المرشح لأنه هذا مرشح بعده ما صار أنا اللي بعمله نائب إذن كل ناخب هو في النهاية يوصل نائب مش مرشحة نعم يوصل نائب في النهاية الصوتي فليش أنا أخلي شخص غير مسؤول يوصل وأنا أساهم ولو جزئيا هي العملية كلها أجزاء تكون النواء الأساسية تحت قبة البرلماء أن نسمع أصوات الاعتدال أصوات المحبة التي تنادي بالسلام كسياسة المملكة الاردنية الهاشمية سياسة سيدنا العالمية وسياسة الحكومات المتعاقبة زي ما تفضلت إحنا بالأردن النموذج يحتل فيه بالمنطقة كلياتها في ظل تفشي الحرب بالمنطقة الشرق الأوسط المنطقة المحيطة بحدودنا يعني مركت علينا فترات أزمات يعني كل الحدود مشتعلة صواريخ من اليمن لسعودي بحدودنا الجنوبية بحدودنا الشرقية العراق بحدودنا الغربية إسرائيل بحدودنا الشمالية الحرب في سوريا يعني محاطين ببوتها وكأننا وصلت بركان والحمد لله عدت المراحل الصعبة وحافظنا فالأصوات النشاز التي نسمعها هنا وهنا اليوم ومن خلال رسالة قداسة البابا بنحاول أن الأصوات الإيجابية تعلق صوتها على تلك الأصوات النشاز ويعم السلام والمحبة ونعود إلى جذور نكهة الإنجلية التي نادى فيها القديس فرانسيس والتي استقى قداسة البابا من رسالته نعم نعم أبونا إحنا لما سردنا النواب المسيحية في قائمة ونشرناها نحن على فكرة أول ناس بنعمل هذا الشي أنه مكانش موجود وكثير تعبنا وإحنا منحددهم لأنه بعض العائلات كنت تعرف أنها مسيحية وتطلع أنها مش مسيحية أنه في تشابه بالعائلات تجانس بالعائلات ومسمياتها تسعة وسبعين نائب يا أبونا تسعة وسبعين نائب مسيحي مرشح مرشح تسعة وسبعين مرشح للنيابة في الأردن كلها بكافة المحافظات عن المقعد المسيحي كان نزلت وعملناهم ثمانيين لا وش ظلنا نكسر ريك على تسعة وسبعين خلينا نعطيهم فرصة للمرة الجاي نعطيهم فرصة أبونا أنا لما طلعت عليهم تسعة وسبعين واحد وأسامي معروفة ومرموقة وهيك وين هم هذول يعني هلا هن في البرلمان فقط رح يشتغلوا في البرلمان ويعملوا شي للوطن أو للكنيسة المحلية أين هم الآن فإحنا في كنيستنا في عنا معنا في عنا بعض النقص في بعض المشاكل لكن أنت رشحت نفسك وصرت رقم تسعة وسبعين يعني من المرشحين تسعة وسبعين مرشح هلا بعد النهاية كيف يطلع لنا ثمان مقاعد ممكن ممكن تسعة إذا كان في نائب مش متذكر لا تصعفني الذاكرة في دوائر تكون دوائر مش اللي نازل مش كنائب عمقاعد مسيحي لكن إحنا منشوف هلا مثلا نقول تمانية لكن أين الباقي يعني هلا رح تقول أنك ما انتخبتوني خلص بدي أقعد ما بديش أساعد ولا إشي نحنا على مستوى نورسات نيجي نحكي مع أنه رح يزعلوا من النواب الموجودين اللي كانوا سابقا واللي كانوا حاضرين من نوابنا المسيحي السابقين ما كنا نشوف حدا كنا ندعوهم على المناسبات ندعوهم على الاجتماعات ومع الشبيبات وكذا كان في واحد أو اتنين اللي دايما يكون موجود أين الباقي ليه عدمة مشاركتكم نحنا هلا رح نحطكم تحت المجهر هذه المرة التمانية أو التسعة اللي رح يفوزوا رح نحطكم تحت المجهر وما رح نقصر معكم رح نظلنا نقولكم أين أنتم فهالمرة نعم أين أنتم نعم لأنه نورسات هي صوت صارخ في البرية صوت صارخ في مجلس النواب كمان بدنا لأ بالفعل رح نحاسبكم كنورسات مش نورسات يعني احنا بمحبة عم نحاسب لكن نحنا منحبكم واللي رح يفوز أكيد هو المستحق فنريد هذه رسالة مننا وإحنا ككنيسة وإحنا مسكونية منعتبر حالنا كنورسات نحن منضم كل الكنيس وكألام كنسية ومكتب نورسات هو يعني المكتب اللي بحكي له أنه المتصدر أنه يحكي بالشأن الإعلام المسيحي فنريد أن نراكم بعد وصولكم للبرلمان وللمجلس نحب نشوفكم معنا في نورسات متواصلين معنا بكل نشاطات الكنسية بكل المجموعات الشبابية بكل النشاطات الكشفية وجودكم مهم لنرتقي نحن وأيضا تشاركوا معنا برسالة المحبة والسلام والطلاقي لكن نحن مولح لحالنا نورسات مش هي فقط حاملة هذه الرسالة أنتم أيضا حاملين هذه الرسالة باسم مقعد المسيحي يعني أنت انتخبت مظبوط نائب وطن لكن أنت انتخبت كممثل للمقعد المسيحي فأين أنت من الكنيسة المحلية المسيحية فهذه رسالتي للنواب القادمين والتسعة وسبعين مرشح المسكورة اسمائهم في القائمة اللي نشرناها على صفحتنا النورسات قبل أكمل يوم نعم ونتمنى أنه تتواصلوا أيضا مع النورسات لأنه ممكن نقدر نساعد الجميع إذا هذه الدورة ما نجحت خليك موجود على الصورة للدورة القادمة على أساس الناس تشوفك كمان وتعرف شو عملت وشو سويت لكنيستك ولشعبك المؤمن وللوطن أيضا لأنه أنت لما بتخدم أخوك بالديانة أكيد بتخدم أخوك في الوطن فمشاركين نحن طولنا عليكم تهبرنا مجنة وداهمنا الوقت لكن بتمنى أنه يوم الثلاثة القادم العرس الوطني هذا أنه تفرز إلينا مجموعة فعلا تستحق أن تكون وتدعى بنواب الوطن فنتمنى النجاح لمن يستحق النجاح للجميع وأيضا للسلامة والصحة لكل المواطنين وشعبنا بهذه المملكة الحبيبة رجاء أن الخاص بخلال الانتخابات نلتزم بوضع الكمامة ونلتزم بالتباعد الجسدي أيضا نلتزم بكل التعليمات وأيضا في عنا حضر شامل كم من يوم وأيضا نلتزم بالمواعيد الحضر اليومي من التسعة للستة فالتزامنا هو مسؤوليتنا والتزامنا هو صحتنا أيضا فشكرا لكم على متابعتكم أصدقائي ومحبينا ومحبي نورسات في هذا الصباح من صباحكم صباحكم نور رح ناخد تليفون من أبونا أليكسيس قاقيش لأنه اتصل فينا الآن و ما منقدر نفشلك أبونا مع أنه برنامج ننتهى لكن كلنا أذان صاغية للحديث والاستماع لما تقول صباحك نور أبونا صباحك نور صوت أرثوكسي صارخ زمان ما سمعنا صوتك دكتورة صباحكم نور أبونا الحبيب سعدك جورج يسعد صباحك صباح البركة شكرا الله يسعدك الله صباح النعم الإلهية والبركات وصباح المحبة الإلهية لأنه الله محبي ومن تبدأ في المحبة ثبت الله فيه فنحن أولاد القيامة أولاد المحبة أنا بدي أعرج بعد إذنك دكتورة بالنسبة ل نائب المسيحي أو على المقعد المسيحي اللي تفضلت وتكلمت عنه نعم قاعدين منشاهد بالفترة بالأوئن الأخيرة صور المرشحين على المقعد المسيحة أمام الكنائس نعم وفي كل الطرق ولكن أسؤال الذي يطرح نفسه أين هم المرشحون قبل بدء الحملة الانتخابية من الكنائس نعم ودعمهم للكنائس وصوتهم المسيحي في داخل هذا الوطن الحبيب نعم أنا رسالتي في هذا اليوم من خلال برنامجكم أنه إحنا بدنا نحكي مقعد مسيحي أو مقعد غير مسيحي نحن نشجع الجميع على أن يدلوا بأصواتهم لكي يفرضوا النائب المعتدل النائب المحب النائب الذي يحب هذا الوطن ويريد خير هذا الوطن لكي نعيش بسلام ومحبة هذا هو النائب الذي نريده لا نريد نائب يهمه مطالقه الشخصية نعم ممكن يكون بواجب خدماتي لمنطقته ولكن يكون فيه اعتدال في محبته للناس في عمله الدؤوب من أجل البنيان من أجل الاقتصاد من كبت البطالة وأن يكون صوته دائما مدوي داخل المجلس لمصلحة البشرية جمعاء وخصوصا أبناء هذا الوطن الغالي في ظل تحت جلالة ملكنا عبدالله الثاني هذا هو هدفنا النائب المسيحي بدي يكون إنسان شجاع يعبر عن مسيحيته يعبر عن رأيه نحن لتنا أغلبية ولكن نحن مواطنون أردنيون لنا الحق بأن نتكلم أن لا يكون عندنا خوف في داخل القبة لأن الدستور الأردني عطانا هذه الحقوق ونحن أبناء وطن ومن خلالكم ومن خلال هذه الإذاعة العريقة والقناة الراقية التي تدعو دائما إلى السلام نحن نطلب أن يعم السلام في جميع أرجاء العالم لأن إلهنا إله سلام لأن محبتنا لبعض ما البعض هي راح تميزنا عن سائر البشرية أيها الأحباء نعم صحيح أبونا شكرا أن مداخلتك أبونا الحبيب وهي صلاة ونداء نداء 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 ما عمرها كانت في الأردن بالعدد ولا عمر حدا نقيمها لا حكوميا ولا شعبويا أن نقيمها بالعكس إحنا دائما فاعلين بهذا المجتمع وزي ما سمنا يسوع المسيح إحنا للملح وإحنا الخميرة نحن ملح الأرض ونحن الخميرة أبونا سعد قلبك عشان هيك أنا أنا بضم صوتي لأولكم مع صوت صباحكم نور إنه كل ينزل ينتخب حتى نفرز مجلس نواب يليق بهذا البلد العريق فعلا بهذا البلد العريق ونطلب من نواب المسيحيين كمان إنهم ينتاجوا هذه الفرصة ويصلوا ويصلوا حتى إنهم ينجحوا بالانتخابات نعم ويشاركوا بالقبادية طبعا بحاجة هذا لأنها بحاجة لصلاة البشرية جمعها بحاجة لصلاة أكيد في ضل هذا الوباء حتى يبعد عننا ربنا هذا الوباء نعم فنطلب من ربنا في هذا اليوم المبارك وببرنامج صباحكم نور إنه يبعد عن هذا البلد كل ضرر وكل شدة وكل مرض وكل وباء أمين حتى نعيش عيشها لا عيبة فيها لا عيبة فيها أمين يا أبونا أمين أمين يا أبونا يبعد طباحكم شكرا لإلك يا أبونا على المداخل وعلى هذا الصباح الجميل يبعد طباحك شكرا لإلك شكرا شكرا الكل ويخدموا الإنسان المسيح والمواطن الأردني في هذا الوطن المحبوب العزيز على قلوبنا أن نراهم أيضا أن نراهم في مناسباتنا وأن نراهم في اجتماعاتنا أن نراهم في أيضا مشاركاتنا وفي مهرجاناتنا اللي من سوية طبعا إحنا هلا بفيروس كورونا كله مبتعد عن بعض يا أبونا خلينا سكتين كل رقمي والشباب في الكونترول روم تعبوا هلكوا لكن لنا أبونا لكان لقاء معاهم بعد الانتخاب بعد حصولهم على لمن يستحق هم نحكي من النواب المسيحية رح نلتقي فيهم إن شاء الله في هذا البرنامج أيضا وإلنا لقاءات معهم في برنامج صباحكم نور بنور سات فبالنهاية منختم منقولكم ربنا يكون معكم مع الجميع صباحكم نور والبركة الختامية يا أبونا لو ده منها نعمة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشوكة الرح القدس مع جميعكم سلام ونعمة كله آمين يا رب شكرا لكم وإلى اللقاء أسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر